السلام عليكم و مرحبا بكم معي في هذا الفيديو اليوم ان شاء الله سنشارك معكم طريقة رائعة جدا و سهلة و زوينة بزاف لكي تحضروا التفاح كيف كتشوفو يجي زوين و معلك و خاتر و الديد بزاف بزاف بأسهل طريقة اذا ان شاء الله تبعوا معي حتى الاخير هنا عندي جوش كيلو ديال التفاح كنغسلهم طبعا كنغسلهم مزيان مزيان و كنحيدليهم ديك البودور اللي في الداخل و من بعد كنحكوه كنبشروه في المي بشارة الغليطة و المتوسطة ممكن انكم تقطعو ايضا قطع صغيرة ولكن اللي كيتحكها كذا كيتتبشر كي يجي زوين بزاف و ما كيحتاج انه يطحن من بعد ولا اي شيء و اضافة الى انه يطحن بسرعة كي يجي خاتروا مزيان اذا ممكن انكم تحكوه هنا عندي هاد الاله هكذا ديكت تحكي الخضراء بتقطعها اذا هيا سهلات علي العمل ندرتوه هنا في الحكاكرة الغريضة اذا بعد ما كتكملوا الكيمياء كلها اللي عندكم ممكن تحكوه بالقشرة ولا تحيدوا هاد اللي بغيتو اذا انا كنفضل انا ينضيلي بالقشرة دياله ما كنجيش بينه و كيجي الفوائد دياله الصحية اكتر اذا هوا بعد ما كملت غادي نضيف ليه الان الليمون ولا البرتقال سبق لي حطيتليكم في القناة التفاح بوحده وهنا غادي النوع غادي نضيليكم الكونفوسيور ذي التفاح مع الليمون كيجي زوين رائع رائع صدقوني اذا جربتو غادي يعجبكم بزاف بزاف اذا هنا تفاح عدنا هذا والموسم ديالهم موجود فباستمرار غادي كيساري ليه كنحضر واحد اخر وحضرت معاكم الدباه هذا وشاركتو معاكم اذا كيف كتشوفو عندي ثلاثة الليمونات ثلاثة الحبات ديال الليمون كنعصرهم انا عصرتهم هنا مباشرة سنفق التفاح المحكوك ثلاثة الحبات ديال الليمون ممكن تديرو كتر شوية اللي بغيتو شحال ما كترتو كيجي لديدو زوين بزاف اذا تقريبا هنا اعطاني شي كاس ومص ديال عاصر ليمون وغادي نعصر هذه الحامضة اذا كيف شوفو عندي ثلاثة الليمونات وحامضة واحدة ثلاثة برتوقالات وليمونة واحدة اذا عصرتهم كاملين من بعد ما بقى الان الا نضيف حاجة واحدة وهي السكر عندي هنا جوج كيلو ديال تفاح نضفت ليهم كيلو ديال سكر الخاشين او سكر سنيدة كيلو بالضبط اذا جوج كيلو ديال تفاح المحكوك بالقشرة ديالو درتو ممكن تحيدو القشرة هنا كيف كتشوفو معايا غطيت عليه وخليتو خليتو انا وجدته في الليل كيف كتشوفو معايا وخليتو احتال الصباحات غالين طيبو اذا هنا في الصباح بعد ما وجدت الفطور انا درتو حدايا درتو فوق النار شوفو راه ولا فيه المياه يعني انه ترخاه مع السكر واطلق الممزيان يعني ما غاليش نحتاجه نضيف له ما نهائيا ممكن انكم كيف كنت ندير في اغلب الاحيان ده بغير هنا لاني وجدو في الليل ومبغيش نبقى صهران معاه ممكن انكم توجدوه وتخليو غيب واحد الساعتين وتديروه لا ممكن نيشا يعني غير ديروه واذا بغيتو تطيبوه نيشا زيدوا معاه واحد نص كوية زيال الماء باش عيوض ما تقوت سنو انه وحتي الترخاه وذيك الساني تطلق المديلها زيدوا معاه واحد نص كاز الماء وضيروه مباشرة فوق النار ولكن كتبقى هذه الطريقة الافضل يعني انكم تقدوه بالليل وتخليوه الصباح من يسكنوا وتوجدوا الفطور حداكم تشاعلوا عليه النار اذا هنا هنا شعلت عليه النار وخليتوه اغليم زيان النار تديروها متوسطة ولا قليلة شوية باش ما يتحرقش لكم شحال ما قليلتوه النار افضل اذا هنا النار عندي مش قليلة بزاف بزاف عندي قل من متوسطة شوية النار ضعيفة شوية وهنا نخليته ما كان نغطيش عليه كنخلي بحل هكذا ومرة مرة كنبقى نحركه انا هنا ما زلتش الماء نهائيا در سغيدي كجوش كيلو ديال تفاح مع كيلو تسانيضة حامضة واحدة معصورة وثلاثة الليمونات العصر ديالهم تقريبا واحد كاس ونص ديال عصر ليمون اذا كنخليهم فوق النار كيجي رائع والله العظيم كيجي زوين بزاف 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 ما تشبعوش منو انا ونلغي كيساري لي كان ندير واحد اخر كي عجبنا بزاف كنزين باي شيء كنزين به الكيك كنزين به مسمان البغرير اي حاجة ممكن انا نزينه هكذا حاجة ديال الضار اللي احنا عارفينه شنو فيها باش مانشلوش من بره اذا وخا ما كنبغيوش نستعملو بزاف هاد الاشياء اللي فيهم سكار ولكن شي مراسره اه وكتلقى انه ضروري ما يمكنش انك سحرمو نيداتك من كل شيء على الاقل كتكون هنا عارف شنو فيه ودك شي كتديرو قدر الامكان كتديرو صحي يعني فيه الفواكه فيها الحوامض ومصنوع في الدار ونقي على يدك اذا ان شاء الله اذا جربتو بها الطريقة سيعجبكم بزاف بزاف واللي بغي يجربوه ما عندوش البورتوقال ممكن انه ياخد الفيديو اللي حتيت قبل ديال الكونفيتير تفاح تهو كيجي رائع من اروع ما يكون غير ديال تفاح بوحده ومعاه واحد الحمضة ليمونة حمضة اذا هنا هوا خليتو اسقريبا كي يغلي فق النار مع التحريك مره مره خليتو اسقريبا واحد ربعين دقيقة اذا احساب النار اذا كنتو ديرينها ضعيفة ضعيفة بزاف خليوا تقريبا هاكده بين ربعين حسن خمسين دقيقة انا هنا تقريبا واحد ما فتش ربعين دقيقة المويمة ربعين دقيقة طفيت عليه النار غات خليوه ايباليكم حال هاكده ولا كونفيتير ولا معلك تحطوها هاكده في طبيسي لبالك انه خاطر و معلك و كونفيتير زوين اذا هوا من بعد مطال احتكيوا لي بها الشكل اذا انتم احساب النار ديالكم يعني ماشي غي يقول لك خمسة وثلاثين دقيقة اربعين دقيقة غادي تفعليه ممكن انه تلقى بقي فيه شوية المياه و تزيد له هاكده خمسة دقيقة عشره المهم انكم تخليوا حتى كيوا لي بها الشكل و المدة الاجمالية للطهرة ما يمكنش انكم تفوسوا خمسين دقيقة اذا هاكده خمسة وثلاثين باركا لي كنت فيه و كنت خليوه برد و كنت ملقوا بيه الزجاجات معقمة ما تدلوش نهائيا ببلاستيك دلوه في قريعة الزجاج راكي يبقى معكم مدة طويلة ممكن بقى حتى عام كامل ستعرفوا كيف ستحفظوا بيه و القرعاء اذا بغيتوا تبقى لكم مدة طويلة بزاف غي ما تحلوهاش لانا يلحليسيها و بديسيها ستقريبا غير واحد الشهر و لا شهرين كتبقى في تلاجه صافي اما إذا بغيتوا تحفظوا بيها مدة طويلة بزاف غي خليها مسدودة ما تحلهاش نهائيا حتى تبغيوا تستعملوها عاد تحلوها و تحتفظوا بيها كتبقى في تلاجه تستعملوها و تستهلكوها بصحتكم اذا هنا بعد ما عمرت القننات اللي عندي كتغطيو عليهم كتغطيوهم مزيان 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 و ممكن انكم تديروا ورق الزبدة راكي خليها محكمة الاغلاق يعني ما تدخوش للهواء نهائيا بش بقى معكم مدة طويلة و ممكن تستهو حتى بلاستيك ممكن تديروا شوية بلاستيك و تستهو غير هي باش يكون صحي اكتر ديروا ورق الزبدة هذا البابي اللي كنستعملو في الكوزينة كنفرشوها هكذا الحلوة و غيرها اذا بعد ما كتغطيوها ممكن انكم تقلبوا القراعي عن اللغة ديالهم و تخليهم واحد شوية واحد نص ساعة عاد تحطوهم هكذا في الوضع الطبيعي يلا كنتم بغي تحتفظوا بمدة طويلة لان ما كتغطيوها راكي خرج الهواء سافي هدا هو الكمفوسير ديالنا هدو هما القراعات ديالنا كيجي رائع من اروع ما يكون هانتما كيف كتشوفوا راعتني ثلاثة القراعي هادي را كبيرة هاد القراعات ديال ليترو ديال كيلو وحدها هاد القراعات حتى هما هاد بقت واحد زليفة واحد بيصير حطيتو لدراري كلهم منو يعني هاد انا كنصور وحطيت لهم شوية هاتوا ما كتشوفو هادا هو الكمفوسير ديال اليوم اتمنى ان شاء الله يكون عجبكم ما تنسوا